مشكلة أخرى اللي بيستخدموا هاي مشكلة العصر 80% من العرب واقعين في هاي المشكلة الزنا الزنا طبعا وكل أشكال الشهوة الخيانة الزوجية كسر العهد مما يقود إلى الطلاق أيضا البونوغرافية الإباحية والصور الخلاعية اللي عادة بتدمر عيلي وبتدفع ثمن باهز جدا شيء آخر الاستمرار في الخطيئة مقصود خطيئة غير معترف فيها مما يضعف العلاقة الزوجية شيء آخر الصراع المرير والقتال المستمر على إيه؟ على الأمور المادية أي واحد بتخطب شاب إذا أنت نصيحتي إذا خطيبك بخيل يكسر على طول قوعك تخذ واحد بخيل تدمر حياتك الأمور المادية حبائي دائما إما الخيانة أو الأمور المادية طبعا وفيه طبعا خطايتان بس هاي بتشوفها بشكل مستمر أنه دائما المشاكل على الأمور للأسف على الأمور المادية فالأمور المادية طبعا بتدمر كل شيء في الحياة بيقول عنه الكتاب المال إله وفيه طبعا ناس اللي بتقولك أنا عند حساب وهو عنده حساب هاي محتاج أنت فعلا لمشورة روحية من شخص متخصص